البنت كانت لوحدها جوه الشقة وما كانش معاها شخص واحد بس دول كانوا ثلاثة تنوبوا عليها مش يوم واحد ومش مرة واحدة ده لمدة أسبوع كامل في محافظة اسكندرية وفي مقابر اسمها مقابر خرشد الأهالي بيبلغوا الأجهزة الأمنية في اسم شرطة الرمل وبيقولوا انهما عصروا على جسد فتاة مفارقة للحياة ومرمية في وسط المقابر على طول بتتوجه قوة من الاسم شرطة الرمل لمكان البلاغ وبيكتشفوا انه فيه جسال بنت في العقد التاني من العمر البنت عندها حوالي 14 سنة ده زي ما ورد في التقرير الصحفي اللي جاي في المصري اليوم اليوم جميع المعلومات موجودة في التقرير ده للناس اللي ساعات بيسألوا وبيقولوا انت جايب منين الكلام ده على طول بيوصلوا لأهلها بيبعثوا لأهل البنت يعني بيبتدوا التحقيقات معهم فبيكتشفوا انه فيه فعلا بنتهم كانت مختفية من أسبوع وفيه استغاثة من البنت دي جت لهم مؤخرا الاستغاثة بتقول انه البنت دي مخطوفة وموجودة في شقة واحد اسمه خالد وهي مش عارفة الشقة فين ومش قادرة توصل لهم ولا قادرة تهرب من الشقة دي اهل البنت بيحاولوا على قد ما بيقدروا مرة واثنين وثلاثة يوصلوا للبنت دي او للمكان اللي هي محتجزة فيه ما بيقدروش فبتكون النتيجة انه بنتهم بيلقوها جثة هامدة عند المقابر المعلومات المتوفرة ان الشاب ده في العقد التالت يعني معد تلاتين سنة من العمر كان يعرف البنت دي استدرجها استدرجها لغاية ما اخنعها ان هي تروح معاه الشقة دي وبيقول لها ان انا هتجوزك وان انا بحبك واننا علاقتنا كذا كذا وبس تعالي اقعدي معايا في الشقة مش هيجرى حاجة لو قعدنا شوية وخلاص المهم مجرد ما البنت دي بتروح معاه الشقة بيتصل بي اتنين معاه في نفس المرحلة السنية اللي هو فيها ابن عمته وواحد صاحبهم الاتنين بيروحوا وبيبقوا تلاتة في الشقة معديين التلاتين سنة من عمرهم مع بنت الاربعتاشر سنة زي ما التقرير صحفي بيقول بيبتدي الولد يتعد عليها جنسيا بترفض فبيبتدي يضربها بيدعوا ابن عمته وصاحبه علشان يمارسوا العلاقة معاها البنت بترفض ان هي تمارس معاهم العلاقة فبتكون النتيجة التعذيب والضرب بقطعة خشبية بعصاية وكرباج وطفي سجاير في جسد البنت دي استمر او استمرت المهزلة دي مش لمرة ولا اتنين ولا اليوم ولا اتنين المهزلة دي استمرت لمدة اسبوع بلا رحمة تناوب ثلاث زئاب بشرية على بنت ما تخططش العشرين سنة من عمرها بيتم على طول التعرف على التلاتة دول والابض عليهم وبيتم استجوابهم وبيعترف الشخص اللي اسمه خالد ده باستدراج البنت وبمعاشرتها ثم بيجيب الاتنين اللي معاها دول وبترفض البنت معاشرتهم فبيضربوها ويعزبوها ويتناوبوا عليها اغتصابا يعني بيغتصبوها وبيعزبوها بالقطعة الخشبية دي وبالكرباج وبعزبوها بطفي السجاير في جسدها البنت دي نتيجة التعذيب ونتيجة الاغتصاب بلا رحمة ونتيجة التجويع زي ما ورد في التشريح الجثة دي زي التقرير الطبي ما ورد بيقولوا انه البنت ميتة نتيجة التعذيب والاغتصاب والجوع ده استمر لمدة اسبوع الجناه بيتم الابض عليهم طبعا وبيتم استجوابهم التحقيقات حاليا مستمرة لكشف تفاصيل المهزلة دي ولكن المعلومات اللي انا قلتها لحضراتكم هي المعلومات الاولية اللي وصلت لها تحريات المراحس من بعد العصور على جسد على جسد البنت دي وفي مقابر خرشد في اسكندرية وكمان اعترافات الناس اللي اتقبض عليهم والجناه في القضية دي يا عم حتى لو مش استدركتها لو البنت قالت ان هي بتحبك لو البنت حتى يعني هنقول يعني هنتجاوز ونقول البنت راحت معاك مكان علشان تقيم علاقة سقطة اخلاقية ضعفة نزوة اي شيء حطوها تحت اي مسمة ممكن نتكلم فيه وممكن نقول او ممكن نقول لا وممكن نقول ما تقولش كده ممكن نقول غلط ممكن نقول كذا ولكن الموضوع يوصل لحالة من التعذيب الجسدي وكرباج وسجاير ده انت لو ليك طارة عندها مش هتعمل فيها كده ده لو قتلالك قتيل مش هتعمل فيها كده قتل بدم بارد التحريات بتقول انه لما راحوا فعلا للشقة اللي كانت محتجزة فيها البنت دي لقوا فعلا اثار دم على الملاية وسجاير كتير مرمية في الارض ولقوا كرباج وعصايا خشبية موجودة في المكان ده التحريات بتقول ان المتهم الاول استدرج المجني عليها بالتحايل وشأته بعد ان اعلن رغبته في الزواج منها وقام باحتجازها ودع ابن عمته وصديقه للحضور تناوبه على معاشرتها جنسيا تحت تهديد السلاح والتعذيب في مختلف انحاء جسدها لمدة اسبوع شيء رهيب شيء فظيع لانهما فعلا لما وجهوهم او وجهوهم القوات الامن طبعا واستدعوا ابدوا عليهم طبعا وبدأوا يستجوبوهم واحد متوتر اعترفوا بتناوب تعذيب المجني عليها بعصة خشبية وكرباج ومنعها من الطعام والشراب واطفاء السجاير في جسدها لمدة اسبوع تم حبسهم ربنا اخدهم شيء مخيف اتمنى انه ربنا سبحانه وتعالى يعني يهدي الناس ويوعيهم يخلي عند الناس بصيرة شوية يتعلموا حتى لو الشيطان عماهم لو الشيطان نفسهم عماهم لو حتى ايه انه يعرفوا انه مصرهم في النهاية هيكون حبل المشنقة قضية زي دي فيها اعدام على طول خطف واحتجاز واختصاب وتعذيب وقتل ايه يا جماعة ايه يا جماعة هي الدنيا جرى فيها ايه فوق شوية اي حد حواليه مش هقول ان هو حواليه حد عنده ميول للبلاو السودة دي يريد يوعيه ويفاهمه ويحكيله اللي احنا بنحكوه لهم بقصد التوعية وعلشان بيجيش يوم من الايام نقع فريسة لجرائم زي دي سواء جاني او مجني علي بشكركم واشوفكم في الحلقة الجاية من برنامج المحاكمة دمتم بخير